موتوا كمان بالخبر اللي بعده في الاهرام سرقة اوراق انتخابات من سيارة قادي هو الربط الحقيقة طبعا عندك حقيقة ان احنا نربط بس انا برضو انا قلوم شوية على القادي طبعا واضح او وارد جدا ان تحصل عمليات سارقة وا 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 ولكن انا لما انا اكون يعني معلش قادي وعندي مسئولية ان انا متسلم الورق من بالليل علشان صابح تاني يوم وده طبعا كان اجراء جيد جدا عملية اللجنة العليا الانتخابات اتنا هتسلم القضاء الاوراق قبلها عشان ما يحصلش تأخير في تسليم الاوراق فما ينفعش احنا دايما بنقول حتى البعض ما تسبيش مثلا موبايل في العربية يكون ظاهر ما تسبيش شنطة بلاستيك قادي شوك البعض ان جواه حاجة ثمينة فمعنى ان انا اسيب اوراق الانتخاب في داخل السيارة وما كانتش في شنطة العربية هي كانت في داخل السيارة لان اللي حصل ان اللي جيه قسر ازاز العربية وطبعا حد اكيد ماشي وراء القاضي لان القاضي كان فيه بيزور اقاربه في المهندسين هو مسؤول عن احدى اللجان السلام مدينة السلام فيعني كان بعض الحرص طبعا هو طبعا مشكلة حصلت وخلاص وعدت ولكن بعض الحرص حصوصا ان دي مش املاك شخصية دي املاك دولة ومصير ربوط يعني عبث بجد لا يعني يعني لحصل حصل ويتمنى يكون ده درس لهذا القاضي ولي بقيته القضاء ولينا كلنا انا محدش يسيب حاجة ثمينة في العربية اخر خبر معينا القبضة على شقيق مرشح الوسط في قضايا قتيل الانتخابات عايزين نتكلم عنها سريعا يعني سريعا طبعا كان فيه حادث مؤسف جدا ان تم قتل سائق احد المرشحين في المنوفية وطبعا تم تبادل الاتهامات ما بين مرشحي الوسط وما بين مرشحي المصرين الاحرار اللي حصل امبارح انه هو تم القاء القبضة على منقيلة او يعني التهمة موجهة لينه هو اشتركوا في القناة